اشتركوا في القناة استمع وناقش يعني كم هي المدة اللي بتعتقد انه هاي الاختراعات صلها موجودة عوالينا يعني كيف هاي الأشياء غيرت من حياة الناس أي من هذه الاختراعات لا تستطيع ان تعيش بدونها خلنشوف شو هاي الاختراعات كثير من الاختراعات ليست قديمة او ليست بذاك القدم كما تعتقد يعني الاختراعات التالية هي جزء من حياة الناس اليومية ولكن بعضها لم يكن حولنا طول هذه المدة read about their history اقرأ عن تاريخهم does any of the information surprise you هل من أي المعلومات تفاجأتك خلنشوف الكمبيوتر يحكي لك الكمبيوترات قد غيرت من حياة الكثير من الناس the IBM 701 computer produced in 1953 was huge الكمبيوتر الIBM 701 انتج عام 1953 was huge كان ضخم يعني حجم غرفة تقريبا slow بطيء and took up an entire room وتقريبا اخذ غرفة كاملة شايفين took up an entire room it was the first computer that was successfully sold to businesses يعني كان اول كمبيوتر يتم بيعه بنجاح في عالم البسنس في عالم العمل smaller PCS اللي احنا بنحكي لها personal computers تمام هي اختصار يعني كمبيوتر شخصي personal computers الحواصيب الشخصية came into widespread use in the 1980s اذا الكمبيوترات يعني انتشرت او جاءت على شكل انتشار او على نطاق واسع او يعني تم استخدامها بنطاق واسع في عام 1980 over the last few years و قبل يعني عدة سنوات قليلة laptop computers have become smaller لابتوبات والكمبيوترات صارت اصغر faster اسرع lighter and they contain a greater number of features ويعني تحتوي على عدد عظيم من الميزات features يعني ميزات خصائص الى اخر printers الطابعة mass printing has been around since jones gotten there او jones gotten there تمام اذا يعني الطابعة او يعني حجم الطابعة او الشكل الطابعة او كتلة الطابعة has been around يعني كانت موجودة since johans gutenberg يعني الاخترع الطابعة johans gutenberg invented movable type and the printing press in 1440 in jermany اذا johans gutenberg اخترع نوع طابع للتنقل and the printing press و طابعة الكتابية في عام 1440 في المانيا nowadays يعني هاي الايام small portable high tech printers can be found in offices and homes everywhere يعني بحكي لك طابعات تقنية عالية التقنية محمولة وصغيرة can be found يمكن ايجادها in offices في المكاتب and homes everywhere في البيوت وكل مكان cameras الكاميرات digital photography hasn't been around for that many years in 1975 الكاميرات الرقمية لم تكن موجودة يعني منذ عدة سنوات طويلة in 1975 عام 1975 ستيفن ساسون an engineer at eastman كولاك اذن ستيفن ساسون عام 1975 مهندس في يمكن الشركة يسمى eastman كوداك captured a black and white image on a digital cassete tape a resolution of zero one ميجا بيكسل تمام اذن هو يعني التقط cassete رقمي او شريط رقمي cassete tape يعني شريط at a resolution يعني بجودة of zero one ميجا بيكسل يعني جودة رضية صفر واحد ميجا بيكسل تمام before that قبل ذلك cameras used rolls of film to produce a photograph اذن الكاميرات كانت تستخدم زي اشريطة كأنه اشريطة الفيلم to produce a photograph عشان ينتجوا صورة جورج اسمان introduced rolls of film to the public in 1888 for use in his box كاميرات اذن جورج اسمان يعني انتج اشريطة الفيلم انتج افلام للكاميرا تمام to the public يعني للناس العامة في عام 1880 for use للاستخدام in his box كاميرا عشان الناس تستخدمها داخل صندوق الكاميرا تابعته ظهر انه كان عنده صندوق داخله كاميرا الناس يعني بيجي بيصور الناس فيه او الناس بتستعملوا للتصوير television television has been around for a long time اذا التلفزيون كان حوالينا طول الوقت التلفزيون يعني صار ادا بوجوده في كل بيت تمام it first became commercially available in the late 1930s and black and white tvs become widespread in homes in the 1960s عم بحكي لك انه في البدايات اصبح تجاري متاح تجاريا في اواخر 1930 واسود وابيض التلفزيونات الاسود والابيض اصبحت منتشرة في البيوت عام 1960 نا وديل هذه الايام we have digital color tvs and even mirrors that are also tvs create فنحكي لك انه هاي الايام عندنا تلفزيونات رقمية ملونة ويعني حتى انه مرايات that are also tv screens يعني هي كمان شاشات تلفزيون stoves and ovens اذن ovens اللي هو الفرن الداخلي الصوف الموقد اللي في الاعلى تمام the first successful gas stove appeared in 1826 اذن اول موقد غاز ناجح ظهر في عام 1863 and the first electric stove in 1891 واول موقد الكتروني ظهر في عام 1861 the microwave oven was invented by accident in 1946 اذن فرن المايكرويف تم اختراعه صدفة in 1946 في عام 1946 when engineer بيرسي سبنسر realized that microwave could heat and cook foods faster than conventional ovens لما المهندس بيرسي سبنسر realized ادرك انه المايكرويفات تمام could heat يعني تستطيع تسخين وطبخ الاطعم اسرع من ال الافران الconventional يعني التقليدية the first microwave oven for use in homes was produced in 1967 ف يعني اول فرن microwave تم استقدامه بالبيوت كان تم انتاجه في عام 1967 طبعا microwave يمكن لو بدنا انترجمها اللي هي الموجات الحرارية تمام wave موجة ومايكروات وقع الها علاقة بالحرارة في الفونز الهواتف portable cellular phones first appeared in the late 1970 طيب اذا تليفونات الخليوية المحمولة اول ما ظهرت في اواخر الف ساميوس موديل اول موديل كان يطلق عليه الطوبع تقريبا كيلو يعني بس بيعطيك نص ساعة تحكي فيها لكل شحنة واند سولد فور مش عارفوا قصدوا انك شحنة بطارية ولا شحنة انك تعبي رصيد يعني تحتمل تنتين لكن اتوقع قصدوا على الكهربا واند سولد فور سلولار او سيليولار بونز از سون از داي هد دا ماركت تمام فانه يعني المستهلكين اه وقفوا طوابير بالمئات تمام عشان نشتروا اول تليفون خلوي از سون از داي هد دا ماركت يعني اه ضربوا السوق او بمعنى انه يعني اه تك اه تجمعوا يعني بكثرة على السوق سين سين ومنذ ذلك الوقت التليفونات اصبحت اصغر اخف ويعني جزء ضروري في الحياة ومنذ ذلك الوقت التليفونات اصبحت اصغر اخف ويعني جزء ضروري في الحياة ويكتشك فوكابولار فان سيكس ويكتشك إذا جد ست كلمات في المقالة تتعلق بالتكنولوجيا ارجعوا للمقالة اللي قرناها قبل شوي وشوفوا الكلمات اللي أنا ترجبت لكم وتتعلق بالتكنولوجيا اجب عن الاختراعات اذا كم هي المدة او يعني متى تم انتاج كمبيوترات تجارية بنجاح او كمبيوترات اي بي ام التجارية بنجاح اذا نرجع على عمك ال اي بي ام فكان اللي هو ان نوينتين جواب ان او اي بي من هون ان بزنس هذا هو الجواب لكن المهم التاريخ يعني اذا بدك تختصر ان نوينتين في يعني في 1953 تمام هل كانت الطباعة او جودة يعني قديما او بيننا في طول الوقت فالجواب ماس برينتين او برينتين 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 موفيبال تايب ان برينتين 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 ست تمام اذا يعني منذ متى صارت التلفزيونات شائعة في البيوت تمام تمام اذا خلنا نحكي الجواب خلنا نكتب لكم الجواب هذا television it has become around for a long يعني التلفزيون أصبح أولينا منذ وقت طويل أو في البيوت منذ وقت طويل تمام how long ago did the first microwave ovens appear in homes إذن ما تظهر أول يعني microwave أو أول فرن microwave في البيوت نرجع لعمك المايكرويفات the first microwave oven for use in homes was produced in 1967 تقريبا 1967 إذن how long have cameras been on the market إذن منذ متى وجدت الكاميرات أو متى وجدت الكاميرات في الأسواق نرجع لا الكاميرا إذن يا طويلين عمر كنا نحكي إذن اللي هي الجواب in 1975 تمام تنظروا من مشكتبين إنه متى صارت بالأسواق بزد بصدر منه في 1975 لما الإنجينير المهندس إيست ستيفن ساسون التخط أول الصورة فبدأت تكون في هذاك الوقت يعني صارت في الأسواق هم متى جايبين صارت السوق على كل حال لكن خلنحكي إنه صارت بشكل عام يعني إنه اللي هي الأفلام الكاميرا متاحة للناس العام خلنحكي ممكن يعني 1800 و 88 تمام فهم ممكن تحكي جورج يستمان who introduced roles of films to the public in 18 in 1888 for using his box كاميرا يعني هذا ممكن بس هم مش جايبين سيرة السوق for how many years have people had cell phones يعني منذ متى والناس يعني عندها هواتف خلوية فالجواب إذن الجواب since 1970 إذن منذ 1970 و 70 تمام إلى أن ننتقل يا حلوين إلى القواعد ننتقل للقسم التالي قواعد present perfect tense versus simple past المضارع التام أو زمن المضارع التام ضد زمن الماضي البسيط طبعا القاعدتين إحنا شرطناهم على قناتنا غرد بالإنجليزي مونير ما عليك إلا تدخل على قائمة التجريب تختار قواعد لكن نتعرف عليهم ما فيه بحكي لك استخدم طاعدة present perfect to talk about عشان نتكلم عن عن action حدث that happened in the past صار في الماضي when the exact time isn't known or in لما يكون يعني إنه الوقت بالضبط غير معروف أو غير مهم use the past tense when the exact time is given استخدم الماضي بمسيط لما يكون الوقت بالضبط معروف على سبيل المثال طبعا هاي نوعا ما ما بتكون دقيقة في كل دقيقة ف خلينا احنا نشوف مع الأمثل ممكن نفهم أكثر present perfect have you ever been to France إذن هل سبق لك أن كنت في فرنسا جواب yes I have been there نعم يعني أنا كنت هنا فهم يعني أنه ما في وقت محدد أو أنه الوقت غير مهم fast في الماضي when were you there فتى كنت هناك I was there two years ago يعني أنا كنت هناك قبل سنتين راحض أنه استخدم two years ago طيب الآن عادة كيف بنميز بينهم بنميز بينهم إنه بلد الأدلة المفتحية اللي حتى نسميها Kiwa فمثلا قاعدة present perfect بتاخد for and since خلينا نشوف بحكي لك use the present perfect for and since to talk about an action that began in the past and that could be حكي لك استخدم for with since عشان تتكلم عن حدث بدأ في الماضي ويستبر في الحظ إذن for and since معناهم منذ الآن راح نفرق بنادر for indicates the period of time طيب إحنا for نستخدمها عشان نشير إلى فترة وقت فقط مثلا بنحكي for two months يعني منذ شهرين أو لمدة شهرين for a year لمدة سنة أو منذ سنة for a long time يعني لمدة طويلة أو منذ وقت طويلة since الآن بحكي لك indicates when the action began since yesterday since last June فبحكي لك since إحنا يعني تشير إلى بداية وقوع الفعل تمام أو بداية وقوع الحدث يعني since yesterday منذ البارحة إنه هذا الفعل بدأ البارح since last June هذا الفعل بدأ شهر ستة الماضي تمام بدك تحكي عن بداية حصول الشيء تمام past present future الآن مثلا الماضي 2008 الحاضر I've lived here for several years فوش عم بيحكي لك عم بيحكي لك إنه القاعدة هاي اللي هي الفور والسينس بتتكون من ثلاثة أزمين خم اللي هو أول شي الحاضر إنك حاليا لساتك عايش تمام أنت لساتك عايش هون هون شو عم بيحكي الجملة I've lived here for several years يعني أنا يعني عشت هنا في عدة سنوات فهو ما زال عايش فمعناته هذا حاضر طيب متى يعني أول مرة سكن هذا البيت أو سكن هاي المنطقة في 2008 معناته هذا موضي طيب هل رح يستمر إنه في المستقبل نعم رح يستمر حاطي لك الساهم هناك فمعناته إنه هاي القاعدة كأنه دوت على ثلاثة بمعنى إنه هذا الفعل موجود بالحاضر وكان إلو أثر في الماضي وراح يكون إلو أثر في المستقبل affirmative الآن خلينا نشوف تصريفات الأفعال تمام القاعدة شو بتحكي لك بتحكي لك subject ذائد have أو has زائد فير بثري تمام على سبيل المثال أنا بحكي I هاي سبجيك تم I رح تاخد have I have مثلا I have الفعل مثلا eat بيصير eaten تصريف I have eaten my lunch so فار يعني أنا أكلت غدائي مؤخرا تمام ألاحظ عنا الفاعل اللي هو I I بتاخد have الآن بعد have في عنا verb 3 تصريف الفعل eat بيصير eat الآن هو هون شو بيحكي لك إنه I بتاخد have ول Y بتاخد have لكن Y بتاخد has و Y بتاخد has في عندك كمان Y بتاخد has تمام Y بتاخد have وال they بتاخد have الآن هدول شايفهم شو اختصاراتهم I have بتصير I you have بتصير you he has بتصير he she has بتصير she has we have we they have بتصير them تمام فهو عم بيحكي لك I have studied English for five years يعني أنا عم بدرس اللغة الإنجليزية منذ خمس سنوات هون استخدم for لأنه ما بدي يحكي متى بلش وبيحكي عن مدة زمنية إنه صلوا خمس سنوات مدة خمس سنوات هون since third grade يعني منذ الصف الثالث يعني بدأ بدراسة الإنجليزية لما كان صف الثالث طيب تعال نحل القاعدة وين subject هايو I وين have هيا اختصروها وين verb three هايو studied كان أصلا هو can study تمام لكن عشان يصير تصريف ثالث نضيف له ed لكن هادا الفعل بنتهيب y فمنحذف y منضيف i مام وليس كل فعل بنتهيب y منضيف i ed على السبيل المثال play play ما منحذف y منعملها هيك لا بس منضيف ed طيب ليش يا أستاذ لأنه قبل y في حرف علة فإذا كان في حرف علة بس منضيف ed ما كان في حرف علة زي study زي carry مام هذول لاحظ شو الحرف اللي قبله حرف صحيح وليس حرف علة طيب شو هي أحرف العلة يا أستاذ عشان يعني بجوز إحنا ناسين بقود أنكم ما تنسوا a e o i u فهم لاحظ الآن y في قبل أحرف علة واحد من هذول لا إذن بحذف y but if i ed طيب الكري في قبل y أحد أحرف الآن بتطلع مثلا على play بتطلع والله في حرف علة معناته ما بتروح للقاعدة خلاص بس بضيف حلوية أولاد حلوية إذن حللنا القاعدة الآن وصلنا عند التصريف الثالث الآن آخر شي English اللي هي المفعول به يعني أنت ممكن يعني هون مثلا تزود تحكي مثلا plus object مثلا إذا بدك يعني فهم والشرط أحيان ممكن يجي proposition أحيان ممكن يجي حرف جر تمام يعني مثلا هون من أحرف الجر تمام من دلالات هاي القاعدة تمام الآن الروح للنغative كيف يعني ننفي بهاي القاعدة فمثلا I will you will we with they بتاخد haven تمام فبتحكي I haven't received an email أنا ما استلمت We haven't received an email ما استلم They haven't received an email ما استلموا for two days منذ يومين إذن he or she hasn't received an email since Tuesday يعني هو أو هي ما استلموا الاميل منذ Tuesday منذ يوم الخميس طبعا هون حطت لك شحطة إنه في حال he لحالها وفي حال she لحالها لكن لو إجوا بجملة مع بعض he and she مثلا حكيت لك he and she ياخدوا هاف ليش إنه هو وهي صاروا اثنين صاروا جمع تمام فرح ياخدوا هاف واضح يعني كم صار لك عم تلعب كرة كم هي المدة اللي عم تلعب فيها كم يعني أنا عم بلعب كرة أو لعبت الكرة for three years لمدة ثلاث سنوات نعم إذن هو عم بيحكي عن مدة ما بيحكي إنه متى بلش تمام طيب هو لما حكي يعني أنا لعبت الكرة منذ أن كان عمري الثاني عشر يعني واضح إنه بدأ بالكرة لما كان عمري الثاني عشر سلشان هيك استخدم سنس الآن خلينا نشوف foro sens وكيف راح نميز بناتهم حميد هاز هاد the same tv يلا حميد الفاعل حميد لإنه مفرد أخذ هاز بعدين الهاد أصلا شو كان كان هاف لكن القاعدة بتحكي إنه لازم يتحول للverbi 3 والverbi 3 من الهاب بتصير هاد تمام the same tv for 15 years لمدة 15 سنة لأنه عم بيحكي عن مدة ما عم بيحكي إنه متى يعني جاب متى يعني كانت البداية تمام عم بيحكي عن مدة زمنية طويل إذن أنا حصلت أو يعني اشتريت لابتوب بي ونذو شعر ستة الماضي يعني شعر ستة كان البداية we've worked on this project since a month طيب هون تزبط since وفور بحكي لكم لش يعني إحنا عملنا في هذا المشروع منذ شعر لو كان قصدك إنه إحنا بدأنا هذا المشروع منذ شهر فبتزبط إذا كان قصدك إنه يعني إحنا المدة الزمنية اللي عم نشتغل فيها شهر تمام بنحط وإنا شايف هون تمام فور هي الأزبط لإنه يعني عم بيحكي عن مدة زمنية تمام إنه يعني صلهم شهر عم بيشتغلوا لو ممكن كان بده يحكي عن البداية كان حدد أكتر إذن أصدقائي ما زاروني لاحظ أصدقائي الفاعل ولأنه الفاعل جمع بياخد هاف وهو بده ينفيه فحط هافنت وفزت صار التصريف تالت إذن أصدقائي لم يزوروني منذ تخرج يعني منذ بداية تخرج يعني ما استخدمنا سيارتنا منذ مدة طويلة تمام يعني هو عم يتحدث عن مدة زمنية ومع عم يتحدث عن بداية حصول هاي المدة يعني أنا عم بشرب شاي منذ سنوات ما عم بيحكي عن بداية لأنه شرب الشاي بجوز أنت عمرك خمس يعني طارق لبس النظرات أو هاي يعني بس لاحظ أنه هاي أصلا من الفعل تصريف التالت نصير منذ عمر السابع لاحظ يعني البداية كانت في عمر السابع يعني منذ متى أصل أو لبست هذه الساعة الجنة هو كان بده البداية مثلا الماضي آخر work with a partner make sentences about ذين إذن اشتغل مع زمينك واصنع جملا أول الإخ على سبيل المثال land people had credit cards since نكون في واحد في رقم واحد إذن الناس حصت على credit cards اللي هي البطاقات الائتفانية وبدأت العمل فيها since 1951 1951 من منذ 1951 for about 60 years يعني منذ حوالي 60 سنة تمام لاحظ إنه هاي credit card التاريخ 1951 خلينا نكتب جملة عن canned food تمام فأنت راح تحكي people ممكن تحكي half هات أو نستخدم فعل تاني half used canned food since the early 80s إذن people have used canned food since the early 1800s إذن استخدمت الأطعمة المعلبة منذ بدايات 1080 إذن منذ بدايات 1080 طيب آآ الآن نعمل على rest watch ساعة read 1 1 فأنت بتحكي نفس الشي people have have had rest watch since 19 إذن الناس بدأت في لبس ساعة المعصب منذ 1910 وبإمكانك أنك تعمل بقية الجبل عن نفس الطريقة radio اللي هو الراديو استخدموه 1901 toothpaste نعجون الأسنان electric light bulb اللي هي لمبة filmmaking صناعة الأفلام paper clip اللي هي مثبت الورقة airplane طائرة ball point pin خلم يعني البول point وهذا هو الخلم يعني هل استخدمت أحد الاقتراعات الموجودة في الأعلى أو في صفحة 48 أو 49 أو الاختراعات الموجودة في صفحة 48 أو 49 كم صار لك عم تستخدمهم اسأل واجب مثلا بدك تسأل طيبون يعني مريحين وعملين أسئلة ما في دايين نرجع do you have a credit card هل لديك بطاقة إتمانية هاي اللي بنسحب بينها مصاري yes I do نعم عندي الآن السؤال الصح how long have you had it كم صلك يعني كم صلها البطاقة معك I've had it يعني صلها معي for two years منذ سنتين or I've had it since هون في I تمام since I was أو إني حصلت عليها منذ أن كان عمري 18 هون لما كان بداية زمن استخدم once هون لما دحك عن مدة زمنية حكا سنتين تمام استخدم محا طيب have you ever been on a plane هل سبق لك إن كنت كنت يعني يعني سفرت بطيارة وطرت بطيارة on my vacation في العطلة لابعتي وبإمكانك أنت تستخدم نفس هاي الطريقة التمرين دي بيحكي لك complete the paragraph with the verbs in parentheses use the present perfect or simple past tense بحكي لك يعني أكمل الفقرة استخدام الأفعال لبين الparanthesis لبين أقواس واستخدم present perfect or simple past tense استخدم المضارع التام أو الماضي البسيط طيب طلع على الجملة مثلا كاملة في عنا for وفور من دلالات المضارع المضارع عفوا مش المضارع المستمر المضارع التام تمام إذن people have tried إذن people جمع أخذت have والتراي لأنه قبل حرف اللي حذفنا الواي وضفنا له i ed إذن الناس حاولت إنه keep cool or keep their food cool for ages إنه يحافظوا على طعمتهم منذ سنوات the chinese أيوة ممتاز إذن عندك ago من دلالات الماضي البسيط بس بضيف للفعل ed إذا كان منتظم the chinese invented إنه الصينيين اخترعوا ice cream four thousand years ago منذ أربعة لف سنة and they kept إذن keep تصريف التاني بتصير kept and they kept in snow in underground chambers إحنا احتفظوا به في غرف تحت الأرض داخل الثلج أو يعني مبردة الثلج in بغداد في بغداد in the eighth century في بغداد في القرد الثامن a king import import بتصير imported تصريف منتظم استورد snow تلج and put تصريف التاني لput يبقى put تمام إحنا هون لساتنا عم نحكي عن ماضي بسيط لأنه حكى في القرن الثامن عشر تمام عفوا في القرن الثامن لما يستخدم in زائد زمن بيكون ماضي and put it in the walls of his summer home to cool the home وكان يحط هذا التلج على الجدران بيته عشان يبرد بيته in 1834 في عام 1834 جايكوب بيركنز عمك جايكوب طبعا أول ما تشوف in مع الزمن بيكون القاعدة شو simple past ماضي بسيط تمام بنى أماشين يعني بنى آلة عشان يعمل تلج في لندن تمام أو يصنع التلج في لندن the first home with radiograters appeared in the early 1920s إذن أول التلجات ظهرت في أوائل 1920 لاحظ إنه حكيت لك إن مع زمن في أوائل 1920 نستخدم الماضي البسيط ما بنستخدم المطارع التالي إذن since then عندي since إذن شو القاعدة present perfect people تمام إذن people لإنه people جميع فراح نحط ها في أول شي بعدين الفعل اللي بين أقوص بس بضيف له يدي preserve people have preserved their food in refrigerators يعني خزنوا طعامهم في الثلاج about the same time وتقريبا بمثل هذا الوقت air conditioning air conditioning of large spaces وطبعا have become have have become إذن ليش إنه عم نحكي عن نفس الوقت اللي هو since تمام إذن have become possible يعني صارت آه ممكن يعني تقريبا في الف وتسعمية وعشرين منذ الف وتسعمية وعشرين الكنديشنات يعني اللي بالأحجام كبيرة أصبحت متاحة since that time ومنذ ذلك ذلك الوقت people عندنا sense فرح نستخدم قاعدة الhave والبرمثري have cooled إذن الفعل cool صار تصريف تالت طبعا بكم تصريفه التالت يبقى كما هو have cooled themselves with air conditioners in stores offices and all يعني صاروا بردو أنفسه بالمكيفات في المخازن في المكاتب وفي البيوت بحكي لك language in context يعني اللغة في السياق discuss these topics with a partner ناقش هذه الموضيع مع زميلك things you've done haven't done for months إذن أشياء عملت أو ما عملت منذ أشهر years ages سنوات أو في عمرك كله things you've done or haven't done since you were small last year age of 10 أشياء ما عملت منذ أن كنت صغيرا أو قبل سنة أو لما كنت في عمر العشرة things you've ever never done أشياء يعني عمرك ما عمد مثلا I haven't been rock climbing in a long time يعني أنا ما تسلقت منذ وقت طويل or I have never been rock climbing وممكن تحكي أنت مثلا I have cooked since the age أو since I since the age of يعني أنا طبقت منذ العمر منذ عمر العاشرة وفي هذا على نفس المنوان بتعمل الطريقة هون للسماء وعندكم السيدي يعني بإمكانكم تستمعوا أنا راح أشرح لكم تجاوبوا على هاي الأسطينة بيحكي لك since when has فهد walked for exercise يعني منذ متى فهد وهو يمشي يعني بيعمل تبرين المشي بدك تكتب التاريخ اسمع التاريخ وكتبه how long has فهد had his new job يعني متى حصل فهد على وظيفته الجديدة يعني الاختصار بدلا ما تحكي how have تحكي how you been how you been where you been what you done what you done where you been how you been طيب about you السيئة how long have you studied english and can صلك عبدال رسل english i have been studied english since i was five منذ كنت في الخامسة من عمري طيب how long have you played a sport or a hobby i have played sport for many years عم بلعب رياضة يعني منذ سنوات how long have you had any of these items computer laptop digital camera scooter cell phone يعني متى يعني حصلت على هذه الأشياء computer laptop digital camera scooter or cell phone i have my new عفوا i have الآن التصريف التالي i have had my new laptop since last year منذ بداية السنة الماضي how long have you gone to school كم صلك بتذهب للمدرسة i have gone أو ممكن أنا بالنسبة لي لإني i haven't gone to school for many or مثلا since the graduation منذ التخرج ما روحت للمدرسة لإني تخرج المدرسة how long have you lived in your house يعني كم صلك بتعيش في بيتك i have lived in my house for three years يعني لمدة ثلاث سنوات how long have you known your best friends إذن كم صر لك بتعرف صديقك المفضل i have known my إذن لاحظوا known lived gone هات كلها تصريفات التالت i have known my friend وين رحنا نكتب الجواب هون i have known my best friends طبعا أنتم الأجوبة تكتبوها بالترتيب يعني تكتبوها تحت أو على الدفتر بتنطموها لكن أنا هون فقط عم بحطركم الجواب عم نشوف أي مكان في وسا ونكتب الجواب I have known my best friends for 10 years منذ عشر سنوات الروح الآن للمحادثة فهادي يعني بحكي hi this is a surprise هذه مفاجأة عدنان hi there long time نوسي يعني مرحبا منذ مدة طويلة ما رأينا بعض فهادي yeah we haven't seen each other for about يعني ما شفنا بعض منذ يعني قاطعوا عدنان five years يعني بحاول يفكر ويستذكر حكاله يعني خمس سنوات since high school منذ يعني المدرسة يعني هذه high school المدرسة الثروية فهادي has it been that long يعني هل كانت فعلا تلك المدة حدنان حكاله إياه so how are you doing نعم فعلا كيف حالك فهادي great منيح I'm working in a bank عم بشتغل في bank I've been in the accounting department وأنا يعني في قسم المحاسبة for a year now يعني منذ سنة من الآن يعني المدة اللي عم بشتغل فيها صلوا سنة and you haven't changed at all وعم بحكيله ما تغيرت أبدا إنت فعدنان حكاله well you have you have حكاله يعني فادي عم بحكيل عدنان أنه أنت ما تغيرت فعدنان حكاله you have يعني أنت تغيرت you're looking more well يعني صرت أكتر جدية serious more well عفوا يعني أحسن serious بجدية how long have you worn a suit and a tie كم صلك عم تلبس بدلة suit and tie وقراف فادي since since أضرف هون since I have started working حكاله يعني متى بلشت البس بدلة حكاله منذ أن بدأت العمل do you like it هل تحبه هل تحب العمل عدنان sure it makes you look really professional أكيد بيخليك تبين كثير محترف فادي and what have you been up to فادي حكاله يعني شو اللي يعني التطلعات الجديدة فحكاله عدنان I've taken over my father's restaurant and I got married last year يعني أخدت مطعم والدي وتزوجت العام الماضي فادي really أبقا congratulations I'm getting married next month يعني راح أتزوج الأسبوع الشهر القادم I wanted to finish college يعني بدي أخلص الكلية and start a career وأبلش شغل before I settled down قبل أم أستقر حول المحادثة how long has it been since عدنان أن فادي have seen each other يعني كم هي المدة اللي ما شافوا فيها بعض فالجواب يعني since five years خلص four five years منذ خمس سنوات وممكن تحكي since high school يعني منذ المدرسة الثانوية have you have they changed a lot هل تغيروا كثيرا بالنسبة لفادي فادي haven't changed haven't changed إذن فادي ما أتغير but عدنان هاف اذا فادي مدغير لكن عدنان ادغير. where is فادي working? اذا فادي عم بشتغل فادي عم بشتغل ببنك من متى فادي لبس بدلة منذ ان بدأ الوظيفة عدنان كام? صلو متزوج اذا عدنان will عدنان راح يتزوج للشهر الماضي هيك حكينا احنا صحيح سألين انتأكد بالله عشان ما انهم مساءلين عاملين تركانه بالسؤال لا والله عدنان صلو متزوج من السن الماضي تمام اذا عدنان has been been married since last year صلو متزوج منذ السن الماضي بحكي لك انتو زميلك الان كم هي المدة اللي ما شفتوا فيها بعض where and when you last met متى تقابلتم اخر مرة what are you doing now شو عم تعملوا الان هذا انت بينك وبين زميلك وننتقل الان لقسم القراءة التاسع قسم التاسع القراءة what do you know about early film production ماذا تعرف عن انتاج الفيلم المبكر what do you know about special effects ماذا تعرف عن التأثيرات الخاصة اني بستخدموها بالمنتاج تمام a history of special effects تاريخ المؤثرات الخاصة audiences have been fascinated by the moving eminism films ever since the Lumiere brothers first showed short films in a cafe in Paris on December 28 1895 فعن بحكي لك انه الجمهور كان مبهور بالصور المتحركة بالفلم اللي عملوا الاخوين لوميغ منذ اول ظهور اله في كافتيريت او كافي مقهى باريس في عام او في شهر اثناش 28-12-1895 بذلك اليوم الجمهور صرخة لما كان في قطار بالفيلم قادم مستقيم باتجاههم يعني هم عم يشوف فيلم فالقطار كان ماشي باتجاههم ففكروا ان القطار راح يطلع من من التلفزيون ويدخل عليهم ومنذ ذلك الوقت فيلم ميكورس باريس 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 فن المؤثرات الخاصة تمام؟ ويصنعوا خدع بصرية تمام؟ خدع بصرية تمام؟ خدع بصرية تمام؟ خدع بصرية خدع بصرية على الشاشة إذن واحدة من أول المؤثرات التي تم استخدامها في الصور المتحركة تم اكتشافها بالصفة يعني بينما هم يعني يصوروا بالشوارع باريس شوارع باريس في عمل في 68 جورج ملوغ طبعا اسمها من فرنسية ما بتعرف شو قصة ملوغ كاميرا stopped and started again في إذن كاميرا توقفت ترجاع وبدأت من جديد ايوه ايوه امتو بتعرفو لما انت مثلا تجي تصور شي تجي تعمل استوب للكاميرا و تروح مكان تاني ترجع تشغل الكاميرا مكان الأول بيختفي تمام فهو كان عم بيكتشفن لشري Ook judgement when he viewed the film later لما هو عرض الفيلم أو شاهد الفيلم مؤخرا اكتشف انه لما خدعت لما كتوقف الفيديو had caused a bus to turn into a had caused a bus to turn into a carriage and pedestrians to disappear or change into different into different people اكتشف انه الباص تحول الى مكان المشاه تمام ليختفي او يتغير لأناس اخرين تمام يعني كل الموقف تغير تمام كل الموقف غير because the film sequence had interrupted وبسبب انه يعني الفيلم او نتيجة الفيلم had interrupted يعني قطعت يعني the picture seemed to mysteriously change before his eyes يعني بدت الصورة يعني انه تغيرت بشكل ملغوز يعني before his eyes قبل اعينه يعني كأنه هذا اللي صار لما الصورة تغيرت فجأة كأنه لغز since then filmmakers have used tricks like this to make people see things that didn't happen in real life في ذلك الوقت يعني صناع المحتوى صناع الافلام عم يستخدموا للتركز الحيال مثل هذه عشان يخلوا الناس تشوف اشياء يعني ما شافتها في الحيال واقعية filmmakers today still use other old techniques such as such as mini actors and the animation of small scale models one of the most famous special effects in film history was the title طيب فعم بحكي لك انه يعني صناع المحتوى اليوم ما زالوا يستخدمون التقنيات القديمة مثل الميني اتشارز and the animation اللي هي الصور او تقنية الصور المتحركة لنماذج صغيرة تمام one of the most famous يعني واحد من اشهر special effects المؤثرات الخاصة in film history في تاريخ الافلام was the title كان عنوان was the title character character in king كونغ اللي هو كان العنوان شخصية في king كونغ تمام film اسمه king كونغ made in 1933 يعني تم صناعت هذا الفيلم 1933 the huge gorilla gorilla اللي ضخم on top of the empire state building على مبنى الامبراطورية كان في الحقيقة هو على ارتفاع فقط 18 45 سنتيمتر ويعني الفيلم بيحتوي على الكثير من الابداعات التقنية الثورية في ذلك الوقت فهم كيف بيخلو الغوريلا بيجيبوا مثلا دمية غوريلا تمام وبيجي بالخلال الكاميرا والspecial effect بيحاول انه يتصورها مثلا منتحد عشان يبين الغوريلا كبير بيحطه مثلا على مبنى تمام مبنى وهذا المبنى بيكون كمان الغير هو بيجي من خلال الكاميرا بطريقة معينة ومع special effects بيكبر الاماكن وبيكبر الغوريلا another classic was Star Wars 1977 and its sequels إذن يعني فيلم آخر كان اللي هو Star Wars تمام created by جورج لوكس اللي هو يعني النجوم الحرب أو حرب النجوم تمام اللي عمل هذا الفيلم جورج لوكس his ideas for the imagery and action scenes were so fantastic that the special effects could often add to invite new techniques to accomplish them إذن يعني أفكار الخيالية والأحداث كانت رائعة جدا اللي خلت المؤثرات الخاصة إنها تخترع تقنيات جديدة عشان تنجز هذا العمل تمام يعني عملوا تحسينات عديدة في تقنية المؤثرات and develop a computer controlled camera to create scenes with more realistic motion وطور الكمبيوتر وتحكم يعني بتحكم فيه من خلال الكاميرا to create scenes عشان يعملوا مشاهد with more realistic motion بيعني حركات واقعية أكثر nowadays يعني هذه ليم digital technology has given special effects a totally new dimension إذن يعني التكنولوجيا الرقمية عملت أو أعطت تأثيرات خاصة a totally new dimension بأبعاد جديدة films such as Jurassic Park Toy Story and Avalor have become references in the art of visual effects أفلام مثل Jurassic Park Toy Story وأفاتار صاروا مراجع لفن المؤثرات البصرية imaginary situations الواقف الخيالية and characters which only existed in books اللي فقط موجودة في الكتب and comic books والكتب القصصية such as Spider-Man مثل Spider-Man رجل العنكبود have also been made to look realistic on television يعني كمان خلوها تصير واقية على التلفزيون thanks to computer-generated images فضلا يعني هذا الفضل يعود للكمبيوترات الحديثة The art of filmmaking never stops فن صناعة الأفلام لا يتوقف بذلك What amazing visual effects will filmmakers use in the future إذن ما هي المؤثيرات الجديدة التي راح يستعملها صناعة الأفلام في المستقبل You'll see them on the screen سون راح تشوفهم على الشاشة خريبا طيب إحنا خلينا نشوف ذات الضمائر هدول العائدين علمين ذات عائدة على أدائي تمام لأنه في سؤال تهت رح يجي عليهم فجمحهم since يعني then ومنذ ذلك الوقت اللي هو 1895 تمام these techniques إذن these عائدة على techniques يعني هذه التقنيات طيب هون آ آ like this عائدة على ال stop trick تمام it's عائدة على time وذي عائدة على عائدة على الكروت تمام اللي هو طاقم effects كرو طاقم special effects كرو طاقم اللي بيشتغل في المؤثرات البصري you will see them اللي هم visual effects طبعا الآن بحكي لك match the words with their meanings technique شو معناها تكنيك معناها a new way of doing things يعني طريقة جديدة في عمل الأشياء sequence هي النتيجة sequence هون التسلسل اللي هو actions or events in a particular order يعني الأفعال والأحداث في ترتيب معين interrupt stop in the middle تمام أن يتوقف في النصف يعني يقاطع تمام أنك تقطع على شي ممكن interrupt the video يعني توقف الفيديو أو تقطع الفيديو تمام في interrupt تدني يعني قاطعني بالحكي إلى آخر miniature اللي هي small model يعني نموذج صغير تمام innovation اللي هو ال إبداع طيب accomplish يعني النجاح في عمل الأشياء طيب innovation إبداع هي طريقة جديدة في عمل الأشياء والتكنيك التقنية هي طريقة في عمل الأشياء نروح ل بإنسر 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 أجب حول المقار how long have audiences watched films إذن كم يعني في المدة اللي الجماهير كانوا عم يشاهدوا شاهدوا فيها الفيلم إذن الجواب عندك من هون 1895 how was the stop trick discovered كيف تم اختراع الترك تبع ال stop اللي هي خدعة الإيقاف كانوا بيحكوا عنها من هون من عند why filming in the streets of Paris طعم إلى يعني عند كلمة هذا هو الجواب الكامل الصحيح what special effect was used for king chong إذن شو هي المؤثرات الخاصة اللي استعملت في king chong قد تكلم هون اللي هي the title character in king chong made in 19 the huge الجواب الجواب صحيح من عند the huge gorilla on top of the empire state building was actually only 18 inches 45 centimeters الغريلة الضخم اللي فعلا نستعملوه كان فقط طوله 45 سانتي إذن استعملوا خدع إنه يكبروا الغريلة how did the special effect screw of star wars create realistic motion كيف طاقم المؤثرات البصرية والمؤثرات الخاصة في فيلم star wars صنعوا يعني realistic motion حركات حقيقية فكان عم تكلموا هون عن اللي كرو صنعنا they made many improvements in effects technology and developed a camera to create scenes with more realistic motion إذن جواب نترجم نه هون what films have become references in the art of visual effects إذن شو الأفلام اللي صارت مراجع لفن الفن البصري اللي هم عندك Jurassic Park Toy Story and Avatar have you seen any of the films mentioned article what is your opinion of them هل يعني سبق لك رأيت أحد الأفلام اللي في المقال وشو رأيك في يوم مثلا ممكن تحكي I have seen Spider-Man and it was fantastic يعني كان خيالي how he uses his sticky and to climb the wall يعني كيف بيستخدم إيدو اللاسقة عشان يصعد على الحق Give examples of special effects in films you've seen on TV which impressed you the most تمام أعطي أمثلة على المؤثرات البصرية اللي استخدموها في الأفلام استخدموها فيلم إنت شفته تمام مثلا when jet Lee اللي هو المقاتل الصيني هذا jumped for a long distance and nothing happened to him لما الممثل جاءت لي نط مسافة علي وما صل شي describe a TV film you saw that had a lot of special effects يعني صف فيلما يعني رأيتو وفي مؤثرات بصرية كتير اللي هو Die Nas Swords in the old ages تمام اللي هي ديناصورات في الأزمنة القديمة Have you ever seen a 3D 3D dimensional film هذا سبق لك أن شفت يعني فيلم ثلاثي إلى بعض دواية اللي بحطو لك النظارة وكأنك جوه الفيلم ممكن يعني مثلا Yes I have seen it in the cinema What do you think special effects will be like in the future كيف تعتقد أنه يعني التأثيرات الخاصة راح تكون في المستقبل It will be like a real life راح تكون كأنك في حياة حقيقية الآن يا حلوين ننتقل لقسم الكتابة طيب هون بيحكي لك أنه الكلمات اللي كانت بالأسود السطر الثالث والخامس والسادس على ماذا تعود حكينا لكم على ماذا تعود طيب Writing Corner زاود الكتابة For better Prohesion in writing عشان يكون فيه تماسخ أكثر بالكتابة Use subject استخدم الفاعل Object will be and possessive pronouns وضمار ملكية or possessive adjectives أو صفات ملكية على سبيل المثال I collect stamps أنا ألتقط الطوابع I keep them in albums according to their country and date أحتفظ فيهم في البوب وفقا لدولتهم ووفقا للتاريخ Use demonstrative pronouns and adverbs like this, that, these, those or then there استخدم طمائر الإشارة وغروف الزمنية مثل this, هذا, that اسم إشارة للقريب ذات اسم إشارة البعيد this اسم إشارة جمع للقريب those اسم إشارة جمع للبعيد or then there then يعني ثم there هناك على سبيل المثال I started collecting stamps five years ago يعني بدأت بإلتقاط الطوابع منذ خمس سنين تمام since then ومنذ ذلك الوقت I collected over يعني إلتقطت أكثر من two thousand of them أكثر من أكثر من الفين من هاي الطوابع this is the oldest stamp that I have وهي هذه اسم إشارة أقدم الطابعة الأقدم اللي أملكها those are from أرجنتينا وهؤلاء الطوابع هاي عائدة على الطوابع للستامز هم من الأرجنتي use relative pronouns استخدم الضمائر للوصل مثل who that which طيب that man who gave me this stamp said it is very old الرجل الذي أعطاني فهم نستخدمها للعاقل تمام موجودة طبعا هاي القاعدة على قناتنا غرد استلمها لما كان طفلا صغير خلينا نقرأ الفقرة circle the pronounce ضع دائرة على الضمائر I have I have position I have one position that is really important to يعني أنا عندي ملكية واحدة يعني مهمة جدا لي this is my bike هاي درجتي which is special for many reasons وهي يعني بالنسبيني خاصة بعدة اسباب احنا ما رح نعط ضمائر على كل شي عندك أي ضمير عندك that demonstrative اللي هو ضمير اشارة عندك this كمان ضمير اشارة الاخري انتم كلما تشوفوا ضمير من الضمائر اللي اخذناها في الاعلى ضعوا عليها دائرة انا راح اترجم لكم لان I have my bike for about two year يعني عنبرك ابدراجتي منذ سنتين when I first saw it in the window لما يعني شفت اول مرة لما شفت اول مرة in the window of the sports shop بسوق الرياضات I just knew that I had to have it فقط يعني لوقتي علنت انه لازم احصل عليه my parents agreed that I could buy it والدي اتفقوا يعني ممكن اشتريها but they said I had to pay for it myself يعني لكن اقول اني انا لازم ادفع عشان احصل علي that's one reason why it's so special to me وهذا هو يعني السبب واحد ليش انه خاصة بالنسبة لي كتير انسان لما يدفع قيمة شغلة بحافظ عليها تيجي هدية مش كتير بحافظ I never bought anything so expensive لم اشتري شيئا غاليا يعني من قبل since then وماذا ذلك الوقت عندك since then استخدمها كانوا عم يتكلموا عن بالعلى الادفرس لظروف الزمنية since then my bike and I go everywhere together أنا ودراجتي يصور نروح كل الأماكن I ride it to school to the park يعني أنا صرت أركبها المدرسة إلى الحديقة to football practice عشان أمارس الكرة and sometimes I just ride it without any destination ويعني في بعض الأوقات فقط أني أركبها من دون أي وجه أنا أقصدها في عقلي يعني من دون أنه ما يقصد أنه خطص بس يك عم بركبها عشان ينسل I always try to keep my bike in good condition دائما بحاول أني أحافظ على درجة but sometimes it breaks down أحيانا تتعطل I've learned to repair a flat tire علامة كيف يعالج أصلح العجل once that tire يعني العجل لما ينفس once the chain came loose so I learned how to fix that لما التنزير يصير واسع تعلمت كيف الصالح whenever I managed to save a bit of money يعني في أي وقت لما يعني صرت أعرف كيف أنه أنا أوفر قليل من المال I like to get new accessories for my bike أحب أني أشتري أكسسورات جديدة لدرجتي I bought reflectors أشتريت عاكسات new handlebar grips مقابض جديدة a bicycle bump زمور جديد and a water bottle وقنين المال as soon as I save لنفري طالما أني وفرت مال بما في الكفاية I'm going to buy a cat i cycle computer that calculates distance and speed بدو يشتري جهاز cat eye cycle جهاز بحسب البسافة والسرعة I love riding and exploring new neighborhoods أحب أني أركب وأكتشف أحياء جديدة riding helps me clear my hands care about my words ساعدني أني أضف وأنس خلقي it's great exercise كان هذا عمل عظيم of course I'm careful أكيد أنا حذر when I ride in traffic لما أنا أركب يعني بالزحمة and I always wear a helmet ودائما لابس helmet يعني خوذه هون بحكي لك write about some of your most important positions أكتب عن شغلات أنت يعني أهم الشغلات اللي بتبتلك وبدك تستخدم نفس شيء الطمائر المجهول the passive آخر شيء اللي هو المجهول لك we use the passive to emphasize the action and not who or what does it to make the passive we use the verb be and past participle طبعا قاعدة ال passive أما شرحت على القناة تغرد بالإنجليزي مع مونير من خلال قائمة التجريب تختار أوعد فإحنا عم نستخدم ال passive عشان نأكد الفعل تمام نأكد حدوث الفعل وليس مين فعله تمام وعشان تعمل المفعول بي بنستخدم الفعل بي وتصريف تالت على سبيل المثال عندك simple present المضارع البسيط millions of people use the internet الكثير من الناس يستخدمون الانترنت إذن الآن the internet هو المفعول به تمام دائما بال passive ببلش بالمفعول به تمام إذن millions of people فاعل ملايين من الناس use يستخدمون فعل the internet مفعول به بدأ تصير أول إشي تمام لما تصير أول إشي the internet مفرد المفرد بيأخذ is والفعل use بيصير تصريف ثالث وهو ed نضيف ed is used by millions of people يعني يستخدم من قبل ملايين الناس by present perfect technology has changed our lives إذن نلاحظ مضارع التام شو قاعدته technology الفاعل بعدين الفاعل لأنه مفرد أخذ هذا بعدين حكينا التصريف الثالث مثل ما تعلمنا في الأعلى our lives يعني غير حياتنا تمام الآن وين المفعول به حياتنا صح لأنه technology الفاعل has changed الفاعل our lives حياتنا راح تصير أول شي our lives الآن our lives جمع فراحت تاخد have الآن التصريف بيصير تصريف ثالث والفاعل change بيصير تصريف ثالث فهو كأنه عم بيحكي لك القاعدة object مفعول به زائد has have or has حسب إذا كان الobject مفرد ولا كان جمع تمام زائد بن زائد بير بثري حقفتوا طيب القاعدة تبع simple برزن شو بتحكي لك object plus is أو are حلو لأنه ممكن الobject يكون مفرد راح ياخد ممكن الobject المفعول بيكون جمع راح ياخد زائد ذير بثري الآن نروح على simple باست شو قاعدتها object زائد was أو غير زائد ذير بثري يلا أليكساندر غراهان بيل اخترى التليفون إذن التليفون هو المفعول به حطينا أول شي مفرد ولا جمع مفرد فرح ياخد was انه was بياخد مفرد was invented تصريف تارت لاحظوا invented تصريف تارت هون كان تصريف تاني تمام هون صار تصريف تاني was invented بياخد بياخد يعني التليفون تريع من قبل أليكساندر غراهام بيل the person or thing that does the action is the agent we want to show the agent we use بياخد حكينا thief stole my bike إذن لس سرق دراجتي وين المفعول به my bike دراجتي إذن my bike was stolen طب أنا كيف أعرف شو القاعدة بطلع على الفعل هون stole هي تصريف تاني من الفعل steal إذن القاعدة اللي هي simple باست تمام يلا my bike مفرد ولا جمع مفرد فرح ياخد was والتصريف التالت من steal بيصير stolen buy a thief is not necessary يعني مش لازم تذكر مين فعل هالقص مشان هيك وقصا اسمه مجهول تمام فمش لازم بتحكي my bike was stolen by a thief يعني دراجتي سرقت من قبل لص ما هي أكيد من قبل لص فما في داعي تذكر someone has broken the window أحد كسر النافذة someone فعل has broken فعل the window المفعول به بنحض the window أول شي الآن القاعد شو بتحكي the window مفرد ولا جمع مفرد أنا أورج لكم القاعد مفرد المفرد بياخد have ولا has بياخد has بعد الhas شو بي بنزل bin بعد bin في عنا التصريف التالت اللي هو break يصير broken someone has broken the window the window has been broken by someone إذن كسرت النافذة من قبل شخص ما في داعي تذكرها لأنه مش معروف شوهش the boys broke the window إذن الأطفال كسروا النافذة the window was broken by the boys النافذة كسرت من قبل الأطفال ليش ذكرنا الأطفال لأنه صاروا معروفين the window was broken by the boys يعني النافذة كسرت من قبل الأطفال طبعا هو شكل قاعدة لكن خلاص طالما إنه المجول عرف فبستخدم طريقة المعلوم تمام بحكي الأولاد كسروا النافذة ما في داعي أخول كسرت النافذة من قبل الأولاد لكن هي كشكل قاعدة وكيف تكتبها طيب يحكي لك change the sentences from active to passive أول الجملة من مبني للمعلوم من active to passive يلا كارل بنز made the first car in 18 86 تمام إذن عمّك كارل بنز صنع فاعل صنع فاعل the first car أول سيارة إذن the first car هي المفعول ب the first car إذن made ماضي بسيط يعني تصريف ثاني وتطلع الآن the first car سيارة الأورا المفرد ولا جميع فمفرد راح تاخد واز الآن تصريف الثالث من made يبقى كما هو made in 18 86 وهل الجملة اللي بعد companies all over the world produce cars today إذن حل الجملة companies الشركات all over the world في حوالين العالم إذن هاي شايف كلها فعل produce ينتجون هاي الفعل cars today إذن cars هي المفهول به إذن cars طيب شو القائد اللي عنه produce ينتجون معناته مضالع إذن cars روح لأ أما cars لحظة شوي في لأ قبس سير جانا إذن حكينا cars طيب الآن cars مفرد ولا جميع جميع فحكينا حسب القاعدة المضارع رح تاخد إما is أو r لأنه جميع رح تاخد r إذن r الفعل produce تصريف تالت produced الآن are produced by mean by companies all over the world by companies all over the world طيب ظل كلمة today ممكن حط آخر شي ممكن حط أول شي today cars are produced by companies all over the world السيارات يتم إنتاجها من قبل كل شركات حوالي العالم they have made many change in our city أيوة الآن هي على القاعدة تصريف قاعدة المضارع التام طيب راح نحل هاي والباقي انتو بتحلوا تمام طيب they have made many changes in our city يعني they have إذن they الفعل have made صنعوا العديد من التغيرات في مدينتنا إذن many changes هي المفهول إنت راح تحكي many changes إذن جمع فرح تاخد half إذن شو راح ننزل بين شو الفعل change شو بيصير تصريف changed in our city عديد من التغيرات والتغيرات في مدينتنا طيب الآن نروح بس على السؤال الرابع عشان عملوا السؤال بديد خلينا نشوف did Alexander Fleming discover Dineseline هل Alexander Fleming اكتشف الbeneseline خلينا نشوف الآن Alexander Fleming هو الفعل discover اللي هو الفعل والbeneseline اللي هو المفهول منبلش بالbeneseline إذن beneseline طيب الbeneseline الآن مفرد ولا جمع مفرد طبعا did إشارة إنه ماضي تمام لأنه إحنا بالسؤال بنسأل did then beneseline was إذن الفعل التصريف التالي ل discovered discovered by mean by Alexander Fleming منو سؤال ب change the sentences from passive to active نبدل الجملة من المبني للمجهول للمبني الملو طيب typewriters have been replaced by word processors يعني الكتابات تم استبدالها في معالج بآلات معالجة النصوص تمام إذن typewriters هي المفروض به فراح نبلش بالفعل اللي هو بيجي بعد by تمام إذن راح تحكي word processors والقاعدة اللي هي قاعدة present perfect بدأ تاخد هفل word processors هي جمع تمام word processors هف والفعل replaced typewriters طيب all entries in this restaurant are served with rice and السلام يعني كل المقبلات في هذا المطعم تقدم مع الرز والسلطة الآن are served هي قاعدة المضارع البسيط المبني للمجهول تمام إذن all entries اللي هي المفهول فأنت شو راح تحكي this restaurant هذا المطعم هو راح يكون الفعل الآن are served بدأ ترجع serve تصريف أول مضارع عادي راح تحكي this restaurant serve ولأنه this restaurant مفرد فراح ياخد this restaurant serves all entries with rice and سلا يعني هي شوية نوع من الأسئلة بدها يعني ذكاء ومخ هذا المطعم يقدم كل المقبلات مع الرز والصلاة نروح لآخر واحدة was the first airplane don't buy the right brothers يعني هل أول طيارة تم تطيرها من قبل الأخوين رايت إذن عنا هون was مبني للمجول نحاول المبني المعلوم فنحط did the right brothers هل هم الأخوين right fly إذن لون تصريف تصريف هل هل كان الأخوين أخوين right هم اللي طاروا بأول طيارة حبايبي طلاب الثالث المتوسط لا تنسونا من صالح دعاكم شاكر وقتكم وصبركم معي وأي سؤال اكتبونا بالتعليقات وحلونا باقي الأمثلة اللي حاب الباقي الأمثلة يكتب على التعليقات ومنشيكله على الإجابات شاكر وقتكم والله يعطيكم العافية ولا تنسونا صالح دعاكم أهم شيء تدعمونا السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر